الكلمة للسيدة أمينة المجلس الأخت صباح بوشام لتلاوة البرقية المرفوعة إلى السدة العالية بالله تفضل السيدة النائبة المحترم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وآله وصحبه أجمعين مولاي صاحب الجلالة أدام الله تعالى عليكم العزة والتمكين يتشرف خديم الأعتاب الشريفة رئيس مجلس النواب أصالة عن نفسه ونيابة عن كافة أعضاء مجلس النواب بالتعبير الجلالتكم عن أسمى آيات الولاء والوفاء والامتنان وأن يرفع إلى مقامكم العالي بالله برقية الإخلاص هذه بمناسبة آخر دورة عادية من الولاية التشريعية التاسعة 2011-2016 آملا أن تجدكم يا مولاي وأنتم ترفلون في العز وتتمتعون بموفور الصحة والعافية مولاي صاحب الجلالة إن مجلس النواب وهو يختتم أشغال هذه الدورة لا يحيط العلم السامي لجلالتكم بكون هذه الدورة توجت برنامجا مكثفا متواصلا استمر خمس سنوات من العمل النيابي المنتظم الجادي الجدي المسؤول والمثمري تجسيدا لما عبرتم عنه يا مولاي حين اعتبرتم هذه الولاية ولاية مؤسسة ورائدة في سياق إصلاحي جرئ إن خرطت فيه مملكتكم السعيدة بقيادتكم الرشيدة وبانخراط والتزام من كافة المكونات المجتمعية والقوى الوطنية الحية فقد كان ورش الإصلاح الدستوري في سنة 2011 منطلقا لمرحلة تأسيسية جديدة على طريق البناء المؤسساتي وحماية خيارنا الديمقراطي كأحد أركان النظام الدستوري والسياسي المملكة وكان للبرلمان الموقع الدستوري القوي كمؤسسة تشريعية تفخر بها مملكتكم إسوة بالديمقراطيات الرائدة والعريقة في العالم وقد تمكننا بفضل حكمة قيادتكم والتوجيهات السامية لجلالتكم وإدراكا لمتطلبات مصارنا السياسي والدستوري والتنموي ونجي الخبرات المؤسسية لمجلس النواب أن نحقق الكثير في هذه الولاية التشريعية بإسهام جماعي من طريق كافة النواب والنائبات ومكونات وأجهزات المجلس وأن نجعل مجلس النواب يطلع بما هو موكول إليه دستوريا في مجال التمثيل والتشريع والمراقبة وتقييم السياسية العمومية وكذلك في مجال الدبلوماسيا البرلمانية وأن نمضي بعيدا وعميقا في إنجاز معظم ما سطرناه في خطة تأهيل عمل مجلس النواب وتوفير الأدوات والرافعات الضرورية لعمل أعضاء المجلس مما شكل نقلة نوعية فيما يخص تحديث العمل البرلماني لقد حرصنا يا مولاي في كل ما قمنا به على التشبت بما يقتضيه واجب الحفاظ على ثوابت الأمة وخياراتها الوطنية وخدمة الصالح العام وتعزيز وصيانة الوحدة الترابية والانخراط في القضايا الإنسانية العادلة والانتصار لقيم السلم والأمن والاستقرار والحرية والعدالة والتنمية المستدامة وإننا يا مولاي لواعون في مجلس النواب بأن علينا أن نواصل المزيد من الجهد مستحضرين نموذجنا الوطني المتأصل والمتفرد الذي ما فتئت جلالتكم تقود المبادرات تل والأخرى من أجل تعزيزه وتطويره بمزيد من الإصلاحات التي تقوت وتسارعت وترسخت منذ اعتلائكم العرش إن أعضاء مجلس النواب يا مولاي إذ يعبرون عن ولائهم للعرش العلوي المجيد ليجددون تعبئتهم وتجندهم وراء جلالتكم في كل ما تخططونه من أجل عزتي وتقدم مملكتكم السعيدة أبقاكم الله يا مولاي حصنا حصينا لشعبكم الوفي وأعانكم في تحقيق أمانيكم وبلوغ مراميكم ونجاح مساعيكم وحفظكم في ولي عهدكم صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وشقيقته الأمير الجليل للا خديجة وشد أزركم بصنوكم السعيد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وسائر أفراد أسرتكم الكريمة إنه سميع مجيب وبالإجابة قدير والسلام على المقام العالي بالله ورحمته تعالى وبركاته حرر بالرباط في يوم الأربعاء 29 شوال 1437 الموافق لثلاثة غشت 2016 خديم الأعتاب الشريفة راشيد طالبي العلمي رئيس مجلس النواب